النهاردة فريق الكرة استقنف تدريباته استعدادا لمباراة الإسماعيلي الإسماعيلي إن شاء الله هنلعب الإسماعيلي يوم الأربع المقبل في استاد برج العرب كل التركيز هتقول لي بقى بتركز على مازنبي لا 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 خلاص ماتش مازنبي انتهى ماتش مازنبي كسبنا 3-0 انتهى بكل ما فيه احنا هنفكر في مباراة يوم الأربع اللي جاي في مباريات الدوري في عودة الانتصارات في الدوري العام خصوصا بعد اللي حصل في آخر مباراة في الدوري العودة من جديد لمكاننا الطبيعي في جدول الترتيب مباراة صعبة جدا مواجهة قوية ولكن في ظل هذه المواجهات الصعبة والمواجهة القوية والتوالي المباريات خلال الفترة القادمة من الأخبار الجاية أن انت تسمع عن مشاركة ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي والمدافع الكبير الحقيقة في التدريبات بعد غياب فترة طويلة جدا بسبب الإصابة بتمزق في العدل الخلفية أعتقد وصلت لشهرين ياسر واحد من اللاعبين المهمين جدا في النادي الأهلي وبصراحة مش ياسر بس كل اللاعبين تخيل حضرتك أنت بتتكلم على محمد عبد المنعم وبتتكلم عن رامي ربيعة وياسر إبراهيم دلوقتي إن شاء الله ياسر يبقى متاح امتى هيلعب ده مش رأينا ده يبقى رأي الجهاز الفني زي ما دايما متعودين كل اللاعب تنادي الأهلي على قدر المسؤولية وفي حالة غياب أي لعب أو إصابة أي لعب على طول بنرأي رجالة في الملعب بنشوف أن كل اللاعبين جاهزين وهي دي النقطة الإيجابية الكبيرة جدا اللي دايما بنتكلم فيها عن مرسل كولر اللي إيجابياته كتيرة جدا جدا خلال هذه الفترة عموما خلونا نطلع نشوف هذا التقرير وتحضيرات النادي الأهلي لمواجهة النادي الإسماعيلي